يقول ما حكم سنة الفجر المثنى بارك الله فيك سنة الفجر سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم واجبة عند بعض العلماء فقد ذهب بعض العلماء وهذا من مفرداتهم إلى وجوب سنة الفجر اللي قبل صلاة الفجر هذه السنة القبلية والجمهور يقولون بأن سنة مؤكدة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضار ولا في سفر وكان عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وكان عليه الصلاة والسلام يقرى فيهما فالركعة العولة بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة يقول هو الله أحد عليه الصلاة والسلام ولذلك يسن مؤكدة وإذا فاتت الإنسان يلمثنى فاتته يقضيها يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان صلى الجماعة صلى مع الجماعة ما في بأس يقضيها بعد الصلاة وإذا ما قضاها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس يقضيها في وقت صلاة الضحى يقضيها في وقت صلاة الضحى